دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجم ميقاتي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الوقوف مع الحق ورد عائل عدوان الإسرائيلية وأوضح ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان يمثل حرب إبادة بكل ما في الكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف إلى تدمير القوى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء مضيفا أنه يجب وقف عدوان إسرائيل وتطبيق القرار الدولي الرقم 2735 الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل